قبل ما روح على أخبارنا لهذا اليوم جاني توضيح من وزارة الدفاع عطوني وزير الدفاع الشيخ خالد اليا راح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالأمس طرحنا موضوع مهم ضرب في اعتداءات صارت على أبنائنا في طلب الضباط واللي يدرسون هناك في السودان وكان توضيح وزارة الدفاع ونوجه ساعدة رئيس الأركاء العام الجيش للفريق الركن محمد خالد الخضر بتشكيل لجنة تحقيق رفيعة المستوى وبالتنسيق مع الجهات المعنية بجمهورة السودان الشقيقة الوغوف على حثيات الواقعة والتأكد من سلامة الطلب الضباط التوضيح الذي كان يضاف من وزارة الدفاع أن اليوم غادرت اللجنة المشكلة من بعض قيادات الجيش الكويتي للتحقيق بذلك بالتنسيق مع قيادات الجيش السوداني وسوف تقوم وزارة الدفاع ممثلة بمدينة التوجيه المعنى وبالإعلان عن نتائج هذه التحقيقات وهذه المباحثات ومجارة حق عيانه في السودان تحية لوزير الدفاع تحية لكل قيادات وزارة الدفاع على تجاوبهم السريع والخبر اللي تم تأكيد أن وقت وصول الخبر تم تشكيل هذه اللجنة حتى قبل ما يطرح في وسائل التواصل الاجتماعي تحية لوزير الدفاع تحية لكل قيادات الجيش الكويتي على سرعة التجاوب واللجنة اللي راحت هناك اليوم رح يسوون تحقيق هناك ويعرفون الملابسات ويأخذون الإجراءات وكما يعني من توضيح أنهم بإذن الله رح يعلنون النتائج اللجنة اللي راح تحقيق اللي راح يسوون تحقيق في السودان ووافونا بكل النتائج شكرا لوزارة الدفاع وعلى رأسهم وزير الدفاع التصرف السريع من الشيخال اللي راح صباح نائب رئيس مجلس الوزراء شكرا مع الوزير